اشتركوا في القناة وترون حركة الدولار صباح اليوم نشهد الكثير من جني الأرباح بالنسبة للدولار الأمريكي والمتدولون يقومون باستباق أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة اليوم وأيضا جاكسون هول وسيقوم جيروم باول بتقديم خطابه غدا وسيكون هناك محاولة لمعرفة ما إذا كان الفيدرالي سرف معدلات فائدة بـ 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس أعتقد أننا سنتبين كل شيء خلال 48 ساعة القادمة فيما تعلق بالحركة السعر الدولار الأمريكي تراجع المؤشر الدولار بـ 0.3% وأعتقد أن العوائد تراجعت قليلا عند 3.0% وأمس أيضا كانت عند 3.1% وهذا أعلى مستوى لا في 8 أسابيع على الرغم من أن عوائد الأجل 10 سنوات مرتفعة إلا أن الحركة كبيرة وهبوطية في الدولار الأمريكي وذلك حيث أن هناك من يرغب في جني الأرباح قبال سيمتوزيوم أف جاكسون هول وذلك قبل أيضا خطاب جيروم باول يوم الجمعة لقد شهدنا بعض الخيبة الأمل في المؤشرات لا سيما في المنازل أو في الخدمات ولكن علينا ألا ننسى أن التضخم في الولايات المتحدة عند 8.5% أي أعلى بكثير من مستهدف 2% والوظائف قد تراجعت أيضا إذن هناك احتمال بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يتعين عليه أن يرفع معدلات الفائدة بـ 75 نقطة أساس في الشهر القادم مرة أخرى نعم ديفيد كما ذكرت أيضا بالنسبة للدولار الأمريكي يبدو أنه يقلص من مكاسبه في جلسة تداولات هذا اليوم خاصة من بعد ما وصل لأعلى مستوياته في 20 عاما خلال الجلسات الماضية لكن هناك ارتفاع واضح على الدولار الأسترالي في هذه الأثناء خاصة مع صعود المعادن الصناعية برأيك كيف ستكون انعكاسات تقليص الدولار لما كاسبه على تحركات الدولار الأسترالي خلال جلسة اليوم؟ أعتقد أننا شاهدنا ارتفاعا في الدولار الأسترالي اليوم أعتقد أن الارتفاع الصعودي على المدى المتوسط والبعيد للدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي سوف يستمر أعتقد أن الارتفاع الذي نشهده في أسعار المعادن الصناعية هو ما دعم الدولار الأسترالي بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يرفع معدلة الفائدة أيضا والفيدرالي كان واضحا بناه سوف يستمر في هذا التحرك أيضا إذن أعتقد أن البنكين سوف يقومان برفع معدلة الفائدة إذن أعتقد أن الدولار الأسترالي مرتفع اليوم ولكن الأسبوع القادم سوف يتجه اتجاها مختلفا لا سيامة عندما نقترب من اجتماع الفيدرالي في سبتمبر ورفع معدلة الفائدة من قبل الفيدرالي نعم سيد ديفيد صحة الاقتصاد البريطاني ليست بخير في ظل كل هذه الظروف والتقارير والمؤشرات تشير إلى عدد من القطاعات يعاني من التراجع هذا بجانب التضخم غير المسبوق في هذا البلد إلى أي مدى يؤثر كل ذلك في صحة الجنيهة الاسترليني وتحركاته وإلى أي مدى من الممكن أن نشهد تحرك أيضا لبنك إنجلترا المركزي إن صحة الاقتصاد البريطاني ليست جيدة التضخم عند أعلى مستوياته في 40 عاما أكثر من 10% هذا الأسبوع كان هناك أرقام مخيبة للتصنيع وكان هناك أيضا تراجع في قطاع الإنشاءات منذ الجائحة وقطاع الخدمات على الرغم من أنه يشير إلى النمو ولكن أصبح الاعتدال هو النمط الذي يسيطر على القطاع إذن فيما تعلق بقطاع الخدم في المملكة المتحدة والذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وعلى الساحة السياسية هناك الكثير من الأخبار بأننا سنواجه أزمة وأيضا أنه سيكون هناك مواجهة لرفع معدلات لأسعار الطاقة وهذا بالطبع سوف يكون له أثر كبير على المستهلكين وعلى الإنفاق مقارنة بأدخول والأجور التضخم عند 10% بالفعل ولم نصل هذا الأمر حتى الآن وحتى الآن لم نحصل على رفع معدلات الطاقة إذن سوف يكون التضخم أعلى من ذلك وربما سيصل إلى 18% حسب التوقعات وهذا سيؤثر على الإسترليني بالنسبة لبنك إنجلترا من المتوقع أن يرفع معدلات الفائتة في الأسبوع أو في الاجتماع الماضي كان هناك رفع ب50 نقطة أساس إذن من المرجح أنه سوف يستمر في التجديد في السياسة النقدية لمواجهة التضخم حيث أن هناك ارتفاع في مؤشر الـ CPI إلى مستوات قياسية إذن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى هذا هو المتوقع وهذا سيتماشى مع رفع معدلات الفائدة إذن سوف نشهد ربما 50 نقطة أساس كرفع المعدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا في الاجتماع القادم ديفيد مادن ومحلل الأسواق في إيكوتي جروب كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك جزيلا لك نатеحضر شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة هل بأ LET ترجمة نانسي قنقر